نظام الرعاية الصحية في اليمن على وشك الانهيار تحذير جديد يضاف إلى لائحة التحذيرات المتكررة التي تطلقها وكالات تابعة للأمم المتحدة لكن دون إجراءات عملية على أرض الواقع تلحق بتحذيرات كهذه منظمة الهجرة الدولية هي من أطلقت هذا التحذير وأكدت أنه لم يتبقى من المرافق الصحية العاملة سوى 45% بعد التدمير الذي طال 274 مستشفى ومرفقا طبيا المنظمة أوضحت في بيان لها أن القطاع الصحي ترك دون تمويل كاف للتكاليف التشغيلية ولم تدفع أجور العاملين فيه منذ سبتمبر عام 2016 منظمة الصحة العالمية وهي المنظمة الأكثر ارتصاقا بهذا الشأن اكتفت من جهتها بالتأكيد على أن المرافق الصحية في اليمن لم تتسلم دعما ماليا لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفي منذ ستة أشهر اعتلت هذه المنظمات تلة وبقيت ترقب مشهد الحرب الذي فجرته ميليشيا المخلوع صالح والحوثي فحاصرت المدن ومنعت عنها الغذاء والدواء واستهدفت المستشفيات بقصف لم يتوقف ولم تعمل هذه الوكالات شيئا مستشفيات تعز شاهدة حال على وطأة الحرب الميليشياوية التي لم ترصد ولم تدان في أي من بيانات الوكالات الدولية ولم ترت في تحذيراتها إلا بكونها صراع بين أطراف متكافئة تماما مشاهد الإمداد الدوائي في تعزبادة محدودة للغاية ونادرة أمر أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بالمدينة بعد خروج عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية عن الجاهزية بسبب الاستهداف المباشر وبسبب عدم الإمكانيات